تفسر رؤية الزلزال وتشقق الأرض في المنام إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أن هناك زلزال يحدث والأرض تتشقق ويخرج من هذه الأرض نار دليل أن هذه المرأة تمر بحالة نفسية صعبة جدا هذه الأيام بينما رؤية تشقق الأرض أثناء الزلزال وخرج من الأرض ماء فتعتبر رؤية محمودة تدل على الخير والرزق الكثير لصاحب الرؤية ولكن يكون ماء طبيعي اللي يخرج أثناء الزلزال يعني يكون ماء صافي طبيعي من اللي احنا بنشربه إنما لو كان ماء عاكر برضو بدل على مشاكل ومصائب كثيرة ولو كان برضو ماء سخن بدل على مشاكل ومشاكل كثيرة يكون ماء طبيعي بينما إذا رأى الرجل في منامه أن هناك زلزال مدمر يحدث والله أعلم تكون إشارة على التغيرات الإيجابية في حياة صاحب الرؤية يعني يكون زلزال ويكون خفيف إنما لو زلزال مدمر دليل برضو على المشاكل الكثيرة إنما لو زلزال خفيف أو مطر خفيف مع الزلزال مشاكل بسيطة وسوف تمتهي قريبا والله أعلم إنما لو كان زلزال شديد مشاكل لا تنتهي أو مرض لا ينتهي والله عز وجل أعلى وأعلم وربما تدل رؤية حدوث الزلازل في المنام على الفضيحة وإفشاء الأسرار في حياة صاحب الرؤية إذا رأى النائم في منامي حدوث الزلزال والله أعلم تكون إشارة على عدم إحساسه بالراحة والسكينة والقلق المستمر في حياته والله عز وجل أعلى وأعلم